الحرب اللي هتضر ما بين ألف نملة قصاد ألف سرصار هنقسم الأرض نصين وهنحط كل جيش فيهم في أرض محيدة وبعد كده هنشيل الجدار العازل وهنسيب المعركة تبدأ بمجرد ما التحم الجيشين بدأت السرصير تجري فوق رؤوس النمل المحارب المعركة دلوقتي ممكن تبان محسوما لصالح السرصير ولكن فجأة النمل المحارب بدأ يرش أحمد الفورمج بشكل جماعي على السرصير وتحول السرصير من وضع الهجوم وبقوا عاوزين يهربوا في أي مكان النملة رفضت لاستسلام وبقت كل نملة بتمسك سرصير الوحدة وتقتله